السلام عليكم ورحمة الله متسبعي قناة دعم مدرسي إذن نواصل مع تمارين درس 11 درس المعين متوازي الأضلع الشبه منحارف المساحة والمحيط وصلنا لصفحة 64 التمرين 4 إذن تمرين 4 أولا أرسم شبه منحارف ABCD قائم الزاوية في A وقياة زاوية ABC هو 120 إذن نبغونا نرسم شبه منحارف قائم الزاوية في A إذن ما عطيني القياسات لقاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى فقط قياس زاوية B إذن أنا شكنا نعرف على شبه منحارف قاعدته متوازية إذن ننصيب القاعدة اللولى قاعدة الصغرى مثلا دير فيها القياس مثلا هذا هو هذه هو AB ما عطيني القياس كل واحد كيفاش غدي يرسم عطيني قياس زاوية هنا هيا هو شحال هو 120 درجة عفوا هنا B و A قائمة إذن خصتها تكون بحالك إذن ها هي قائمة الزاوية في A و B فيها 120 درجة إذن خصني ناخد دابا منقالة باش نصيب الزاوية اللي قياسوها 120 درجة درجة إذن نحط المركز دي المنقالة على رأس الزاوية هو هذا بحالكة و الضلع هادي مع التدريجة الصفر بحالك سوف نقص مياه و غنحط 120 درجة إذن عندي كما قلت لكم 120 هنا و 120 هنا خصينا نعرف إلى 120 غادي نختار إذن كنمشي مع الصفر الضلع حسو يكون غادي الصفر من ذاك الصفر كنم بدا نحسب إذن غا نمشي ها هو الصفر يعني هنا هو اللي التحت إذن ها 120 هنا ها هي الزاوية ما يخص تكون لكنا معا نوصلش تل هنا غا نرسم فقط الضلع إذيالة جزء من الضلع فاق اللي بغيت انا لأنه ها ما معطينيش القياس صفر و غا نرسم قاعدة الكبرى تطور هذا لأنه لكان قائم الزاوية كيكون عنده جزء زاوية قائمة لأن هذا يوازي هذا ولكن هذا عمودي على هذا رخصه يكون عمودي على هذا احتهو لأنه لكان جوج متوازين إذا كان عمودي على الأول كيكون عمودي على احتهو الثاني إذن هادا A B C D وهنا 120 درجة فهاتطريقة هادي لأنك لاخدتي 120 هنا هتكون نرسمتي زاوية حادة وليس زاوية منفرجة أحسب قياس زاويتين D و C بغونا نشوفو هادي وهادي إذن هادي قائمة إذن شحال هادي تساوي 90 درجة بمسبة الزاوية D هادي راها تساوي 90 درجة قاتلية هادي من غنجيبها إذن أش كنعرف أنا على مجموع قياسات هذا الرباعي تكون 360 درجة شفنا مني شفنا الدرس دي المثالات مجموع قياسات 180 ولكن الرباعي 360 إذن دائما كيعطوك تكونوا معروفين زاوية الباقية وكتكون واحدة غير معروفة إذن شنية العملية اللي تخليني نعرف واحدة زاوية غير معروفة هي الطرح إذن 360 درجة نقص منها ماذا؟ نقص منها 90 دي الهادي ونزيد نقص منها 90 دي البي ونزيد نقص منها 120 هادي ونشوش حال كتساوي إذن هادي كلهم 360 إذا حيتم منها هادي وهادي وهادي غتبقى هادي 92 إذن 90 و90 180 إذن هادي وهادي خاصة تكملية هي 180 120 زايد هادي خاصهم يكملوا لي 180 على الشيء أنا 180 و180 360 إذن 120 هادي خاصة باش تكمل 80 في الآخر غاللقاء القياس هو 60 إذا حسبتيها بهاتطريقة غاللقها 60 حسبتيها بهاتطريقة غاللقها 60 لأنه هنا 90 و90 180 إذن هادي خاصة بيكون 180 باش يكملوا 360 إذن هادي 120 هادي خاصة باش نكملوها 180 خاصها 60 درجة إذن السي قياسوها 60 80 درجة همشوه 85 وانشي متوازي الأضلع A-B-C-D بحيث قياسه ارتفاعه 4 سنتيمتر و A-B-C-D و A-B-C-D 5 سنتيمتر إذن قبل ما كرسمت أي شكل كندير واحد الكحوكي شنو واحد كحوكي يعني واحد واحد الشكل تقريبي باش نعرف راسي شنو كرسم إذن بغايت متوازي أضلع حالك عندي الارتفاع ديالو إذا كان هدا A-B-C-D الارتفاع بغينا يكون أربعة سنتيمتر متر فهم؟ هنايا غندي لكم هنا A-B-C-D باش يجيكم سهلة ان الـD يجي هنا لدمن الـD هنا غنجي الارتفاع خارج وتوازي الأضلع مع أن الشكل تصوصي بحركة في الترتيب ديال الحروف ديالو معلين إذن بغينا أن الـD-A شيكون 4 سنتيمتر يعني هاد الارتفاع هدا هو الـD-A شيكون 4 سنتيمتر وعندي A-B هنا 6 سنتيمتر وعندي A-D 5 سنتيمتر هادي 5 سنتيمتر إذن هدا هو الوخوكي كارسم يعني الشكل كيفاش غيكون تقريبي بحركة أخصني نرسموه إذن مين غنبدأ؟ دائماً غادي نبدأ من هادي لاباز اللي هي القاعدة 6 سنتيمتر إذن غن ناخد الورقة ورسم القاعدة فيها 6 سنتيمتر إذن A-B فيها 6 سنتيمتر ها هي عفوا إذن هنا إذن هنا A-B 6 سنتيمتر خصني الارتفاع خصني الارتفاع يكون 4 سنتيمتر الارتفاع يكون 4 سنتيمتر إذن غادي نختار هنا يا الارتفاع يكون فيه 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر وغنشوف الارتفاع كيفاش غادي نديريه إذن أول حاجة من الأحسن سنرسمه بعدها رسمه مستقيماني متوازين إذن ها هما المستقيمان المتوازين نغرسم المستقيم الأول من ناخد لقيازات دابا الأول المتوازين غادي نصيب الارتفاع اللي فيه 4 سنتيمتر ها هو إذن عايجينا مع الورقة ها هو فيه 4 سنتيمتر هذا الارتفاع هو اللي بقى ويكون دي أش إذن هنا النقطة دي وهنا النقطة أش إذن عندي هنا يد دي عندي هنا أش هنا إلا كان فيها 4 سنتيمتر راه تدسي غادي يكون فيها 4 سنتيمتر إذن دابا غا ناخد نرسم بعدها العمودي الأخر باش يعطوني مستقيمان متوازين ها هو هنا يا غا رسم العمودي الذي يمر من النقطة دي ها هو وغا ناخد فيه شحل غا ناخد فيه 6 سنتيمتر ناخد فيه 6 سنتيمتر فقط ها هي ها هي ها هي دي سي إذن هنا 6 سنتيمتر وغا ناخد هنا كذلك 6 سنتيمتر ولكن عندي أنا من من A لل D شحل خاصة يكون عندي خاصة يكون عندي خمسة سنتيمتر إذن هنا باش غا دي نحددها غا نحددها بالبيركار غا نفتح البيركار على القياس دي الخمسة سنتيمتر غا نفتحه على خمسة سنتيمتر غا نجي من النقطة D ال A هنا غا نحدد إذن هنا مازال خاصة نطول شوية هاد المستقيم اللي لتحت إذن عم ناخد هنا هاد القياس وهنا اتهنا هاد النقطة هدي رخص يكون فيها نفس القياس اللي هو خمسة سنتيمتر ها إما نخدمه بالطريقة إما نحسب من هنا لهنا يكون ستة سنتيمتر خدمت الطريقة اللي بغيتين من يمكنك الت якثبه مهماء وذاء هي 땀 والآخير شيء هذا التعلي driving المو البلاء سنتيمتر 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 اذا اعيد كيفاش ارسمنا اذا كارسم مستقيمان هنا كارسم هاد الول كارسم الارتفاع هذا معقيم ما كناخدش القياس نرسم غير المستقيم الاول كارسم عليه الارتفاع وكنناخد هنا كارسم العمودي الثاني باش كيعطيني الموازي لانا دائما التوازي كيجيني من جوج للمستقيمات المتعامدين كناخد القياس ديال 6 سنتيمتر ثم كناخد البيركار في 5 سنتيمتر كناخد هاد القياس كناخد هاد القياس في المكي تقاطع ليه تم هاد هي النقطة اللي كنقلب عليها وهنا غنكون نرسمت هاد متوازي الاضلاع اللي طلبو مني وحدد قياس موحيط متوازي الاضلاع A B C D اشنا هو الموحيط ما عندوش قاعدة وفقط كنجمعو مجموع الاضلاع اذا نكتب P تساوي P هو الموحيط الكتائريماتر اذا شنو عندو عندي هنا 6 زائد 5 6 زائد 5 هي 6 في جوج زائد 5 في جوج هي 6 في جوج زائد 5 في جوج 6 في جوج 12 زائد 10 اذا هي 22 سنتيمتر 26 وستة 12 وهنا 10 اذا ها هو الموحيط حسبنا وحسب قياس مساحة متوازي الاضلاع قلنا شنو المتوازي الاضلاع هو واحد المستطيل مساحة دياله ورا قد مساحة المستطيل لانا لاخذينا هنه هاد المتلاج بناهنه هيتصيب ليه شنو هيتصيب ليه مستطيل اذا القاعدة في الارتفاع هنه ما عنديش قسمة هادا بوحده في هادا اشكالي شفنا لي مافيش القسمة اذا اس تساوي بي في ه القاعدة عندنا هي 6 وعندي الارتفاع هو 4 هي 6 في 4 هي 24 وما ننساش الوحده اللي هي سنتيمتر مربع فهم اذا هنشوفو التمرين 6 جرياليز ان غري غران دور اذا هنجز غري غران دور غران دور يعني بشكل بالقياسات الحقيقية ويبنتكبير الحقيقي دياله هنه يا سير مان كايي للوزنج هو المعين سوفوهان الهدى على ريكال بسيعمال المستارة رابورتور المنقالة والكمبا اللي هو البركار لان المعين حتى هوا يتترسم بالبركار الرسم دياله تقريبا نفس الشكل ديال متوازي الاضلاع بنفس الطريقة هنا عطيني زاوية اذا بنفس في متوازي الاضلح تلعطوني زاوية غنخدم بنفس هالطريقة هالي انت تتبع معايا بيش غيبلك الشكل كيفاش كيكون اذا عطيني هنا يا معين غنبدأ اول حاجة بالطلع هذا اللي فيه 4 سنتي متر ها هو غنرسموه 4 سنتي متر 4 سنتي متر خصني اولا نرسم الزاوية فيها خمسين نراج اذا كنحط هنا الرأس المنقال على رأس الزاوية او لمركز المنقال على رأس الزاوية هذا اذا غادي للتدريجة الصفر من ذاك الصفر كنبدأ نحسب شحل فيها فيها كنضم 40 50 اذا خمسين اذا هنا مليك يتقد كنمشي الخمسين بداية من هات الصفر هذا انا سراحة يعجبني كون هاد طويل باش كيبالي يلنيت انه جا عند تدريجة الصفر وكنمشي عند خمسين ها خمسين هنا من هنا الزاوية خصة تكون زيزة انا ما غا رسمش الضلع كامل انا خصني فقط يكون قد هذا لان في المعين اضلعوه متقيسة خصني خمسة سنتي اخصني ربعة سنتيمتر اذا ربعة سنتيمتر هايا واحد جوش ثلاثة ربعة حد هنا يا فقر او لا رسموه كامل عادي نعود نقيس ربعة سنتيمتر اللي بغيت اذا هنا عندي خمسين درجة عندي هنا كذلك ربعة سنتيمتر عندي هنا النقطة الدي دا بغن هز البركار الكمبا اذا اغنفتح الفتحة دي ربعة سنتيمتر لانهم كلهم متقيسين مشي بحال شي بهمون حاريف كل جوج عندهم قياس اذا ها هو ربعة سنتيمتر هادو نتأكدوا بشي جينا القياس مزياد نقصوا واحد شوي ها هو ربعة سنتيمتر اذا كنجيل هادا الرأس هادا كندير قوس لاول كنجيل هادا بنفس الفتحة كندير القوس تاني هادي كل النقطة هي النقطة الرابعة دي المعين هذه هي الطريقة فاشكر رسمو المعين او لا شي بهمو الحاريف راب بنفس طريقة وصل اللي اعطونا القياس دي الزاوية كنتسبق الضلع الاول الزاوية كنناخد القياسات وهادور هم متقيسين ربعة 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 دي الكل ضلع اذا هنمروا الان تمارين الصفحة خمسة وستين عندي تمارين سبع على ورقة مستقلة انشئ المعين او اف جي اش بحيث اف اش اربعة سنتيمتر او جي ستة سنتيمتر اذا نقولنا دائما كنحط اذا كالكوكي اذا بغونا نصيبو معين او اف جي اش واش دلع لا لانها اف هاش ها او 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 جي ما جووش متابعين اضلع كي جو متابعين اذا هادو عبارة عن اقطار عبارة عن اقطار اش كنعرف انا على القطرين دي المعين قطراء المعين متعامدان ويلتقيان في المنتصف إذن بحالك غايقون هذا EG وهذا FH هنا متعامدين وهذا المنتصف ديالهم هالمعين كيفاش غادي جيني إذن هذا جحل فيه 6 سنتيمتر إذن هنا غايجيني 3 هنا غايجيني 3 هذا جحل فيه 4 إذن هنا غايجيني 1 سنتيمتر ونخصي جيني 1 سنتيمتر إذن خصني الرسم باللول فيه 6 سنتيمتر ونحدد المنتصف دياله ومنتم رسم عمودي يلا تبع معايا باش غا رسمو هال المعين هاته إذن غا رسم الضلع الأول أو للقطر الأول فيه 6 سنتيمتر ونحدد المنتصف دياله اللي هو 3 سنتيمتر من هنا خصي يدوز لأقور إذن هنا خصني رسم عمودي ويمر من هاد النقطة هاته خصي يكون عندي جوز سنتيمتر أرض معايا البال إنت المثلات ديالك إلا ما كانش بادي من الصفر أنا عندي بادي من الصفر رحت تترسم وعاد أخذ القياس مثلا أنا نديره بحل إلا ما عنديش أنا هنا القياس أنا غادي نصيب هنايا وغنكمله ندير كأنني أنا ما عنديش قياس أنا رسمت مهم غا رسمهم متعامي إذن هاو إذن هنا ثلاثة سنتيمتر هنا ثلاثة سنتيمتر هنا خصي يكون عندي جوز جوج لأنه خصي يتلقوا في المنتصر فاشا غادي ندير غا نفتح البركار على جوز سنتيمتر وغادي ناخد القياس بالبركار ها نراسي ها هو النقطة هادي وها النقطة هادي والشلاخور غادي نمسحه إذن هنا يا نمسح هنا يا هنا عندي جوز سنتيمتر جوز سنتيمتر إذن هذا هو المتلات المعين أ أ ج عش هنه رسمنا هنطلاقه لما الأقطار ليه وحسب بالسنتيمتر مربع قياس مساحات المعين هذا اللي رسمنا إذن إذا بغيت رسم نحسب إذن شنخصي نحط القاعدة S تساوي القطر كبير القطر الصغير على جوج لأنه إذا عقلت فالمعين عنده نصف مساحات المربع اللي دايز منه بحالك المستطيع اللي دايز منه بحالك فهم إذن ما تنساش القسمة على 2 إذن القطر الكبير فربعة على جوج ستفربعة 12 ستفربعة عفوان 24 على جوج كتعطني 12 سنتيمتر مربع هذه هي المساحة إدياله تمرين تمانية وأنشئ قياس متوازيل أضلاع أنشئ متوازيل أضلاع وفج بحيث هعطني او اف خمسة سنتيمتر اش او اف سبعين درجة او اش خمسة سنتيمتر إذن من نفس الطريقة غنحط بخوكي هنا إذن أعطوني او اف متوازيل أضلاع عندي او اف خمسة سنتيمتر او اف خمسة سنتيمتر عندي هنا في الزاوية او خسني سبعين درجة سبعين رها حادة إذن تقريبا بحركة سبعين درجة تقريبا ومن او الاش خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر إذن هذا غدي جيني إذن بما أنه هنا متقيسا معتنا وش عندهم خطاء أولا طالبين هم بالضبط يكونوا هنا متقيسين لأن متوازي الأضلاع اللي كان عارفو ضلعاه يعني مختلفين لأن إلا تقايسوا غي يعطيني معين إلا بقوا تتقايسوا الأضلاع غي يعطوني معين ما غي يعطونيش متوازي أضلاع مع أن هاد أشكال كلها متوازية أضلاع أضلاع أستنتج قياس كل من الزوايا الأخرى إذن هنا خمسة وهنا خمسة إذن لابغي يكمل خص يكون هنا خمسة كذلك وهنا خمسة هنا عندي أش واخر غادي نشوفو أشنو فين كين إشكال إذن غا رسمو القاعدة ولا هاد طلع هاد أف ها هو هنا أف في خمسة سنتيمتر إذن هنا عندي أ أف خمسة سنتيمتر بغينا في هاد الزاوية هادي أه يكون عندي سبعين درجة إذا غا ناخد النسب دائرة من قالة بحركة نقض هادي مع التدريجة الصيفر نمشي من هاد الصيفر نبدأ اللي كيشوف فيه الدل أغا نحسب سبعين درجة هاي إذن من هنخص إمر وخصي ناخد فيه فقط خمسة سنتيمتر على حسب هما ديك شي اللي يعاطي لنا إذن هنا عفوا غنعود لأنا يمكن ما شفتوش إذن من اللي حطيت ها بحركة مشيت من هاد الصيفر اللي كيشوف فيه الدلع وجيت حتى لسبعين درجة وحطيت النقطة هنا يا هنا ما غن نرسم شها الدلع كامل يز ماتر إذن هذا هو أش هنا أش خمسة سنتيمتر وهنا سبعين درجة ما تبقى غنكمل بالبيركار إذن غنفتح لأنه عنده خمسة سنتيمتر في كل جهة إذن غندير القوس الأول هنا ثم نمشي النقطة الأخرى بما أنهم في خمسة هو سنتيمتر هندير القوس الثاني وغربط هاد النقطة مع باقي النقاط وهنا غنكون رسمت هاد متوازي الأضلع اللي طلبوا من إذن هنا كنظن نزيد وحد شوية أولا هو هذا إذن هذا هو F G F H هنا بقى G هل هل نشوف دعبا أش نطلب من هنا يا السنتيش قياس من الزوايا F نشوف دائما من الرأس و A شو G هذو اللي يبقى هذو هذو متوازي الأضلع أي متوازي أضلع كما كان كل زاويتان متقابلتان متقايصة إذن هذي 70 هذي بقى 70 درجة إذن جهة هي عرفناه إذن هذي 70 درجة لاش لأن في أي متوازي أضلع كل زاويتان متقابلتان فهما متقايصة بقى هذي وهاذي منين غادي نجيبهم إذن اللي عارف كما العادة أن مجموع قياسة أي رباعي هو 360 درجة غنقص منها 70 و70 اللي هي 140 هذي غيب قالية غيب قالية 120 درجة إذن هذي وهاذي خذوا 120 كيف غن نعطي لكل وحدة بما أن هم متقابلين هم متقايصين عندي متوازي أضلع زاوية المتقابلتان متقايصتان إذن غن ناخد 220 درجة ونقصمها لهم بجوج إذن غت تعطيني 110 درجات في كل وحدة إذن 110 110 ودائما كل جوج متابعين كيكملون 180 هذي مع هذي متتابعين غيكملوا 180 110 مع 70 180 هذي مع هذي دائما كل جوج متوازي أضلع كل 180 درجة عفوا إذن كل جوج متقابلين كيكونوا متقايصين عفوا واللي متابعين كيكملوا 180 درجة إذن تتمو متكاملتان إذن فهذي غيبقى 110 وهذي 110 بهذه طريقة 110 وهذي 110 ديال درجة نحن نشوفوا التمرين 9 إذن عندي ألاحظ الشكل الهندسي جانبه أحسب قياس طول الضلع أبي علما أن قياس موحيط المضلع أبي السيد هو 30 سنتي متر إذن عندي هذا مضلع هنا 8 متر هنا 48 ديسي متر دل البال هنا 12 متر إذن نبقى خصني أبي وعطيني الكل كل هو 30 دائما يكون عندي الكل وعندي أجزاء معروفة وجزء غير معروف كنخدم بعمليات الطرح إذن غنكتب قياس طول دل أبي هو غنزير 30 غنقص منا هاد شي معروف غنقص منا 8 زائد 12 زائد هادي خصني نحول المتر لأن أخذ شي عندي بالمتر إذن 8 في المتر ربعة في المتر إذن هي 4.8 إذن تعطيني 30 ناقص 8 زائد 12 20 زائد 4.8 هي 24.8 شحل غتعطيني غتعطيني 25.2 عفوان مشي 25 إنما غتعطيني 5.2 سنتي ماتر ماتر عفوان لأن هنا عندي القياس بالماتر إذن هنا غتعطيني 5.2 ماتر ونكتب قياس هو 5.2 ماتر إذن شيش نقول لكم بقاو تشوفوا التعليق لأول بعد مرات بحركة يوقع إذن هنا رديت لبل بعض مرات ما كنكون رديت لبل كنخلي في التعليق لأول تصحيح إذن هنا عندي 5.2 زائد 4.8 غتعطيني مجموع هو 30 ما هي الطبيعة الرباعي ABC D إذن ABC D بما أن عنده ضلعان متقابلان متقيسا فقط فهذا الشكل هو شبه منحارف هذا شبه منحارف إذن نعمشو التمارين ديال أدعم التعلمات أرسم مستقيمين متقاطعين في نقطة O ثم أنشي متوازي أضلع قياس قطري 4 سنتيمتر 3 سنتيمتر ويتقاطعا في O إذن نعمش نعرف الأقطار المتوازي الأضلع هما متقاطعا فقط مش متعامدي لأن لا التعامد يعطيني معين لو خات المعين تواره متوازي أضلع ولكن نحن بالإصطلاح نستطلح على هذا معين وهذا متوازي أضلع إذن متقاطعا فقط إذن غرصة مجوش المستقيمات متقاطعة فقط في النقطة وحد النقطة متاء متوازي أضلع انطلاقا من الأقطار متقاطعا ويلتقيا في المنتصف مش متقايصين لأن إلا تقايصوا كنولي في مستطيل فهم إلا تقايصوا والتقاوا في المنتصف كيولي مستطيل هو متوازي الأضلع ونبحث مستطيل وجبدنا من هذا الرأس ومن هذا الرأس وهو يطوال له وحد القطر إذن عنده القطر الكبير في 4 سنتيمتر إذن هنا غيبقى لجوز سنتيمتر وهنا غيبقى لجوز سنتيمتر إذن هالقطر الأول في 4 سنتيمتر ولكن النقطة أورا هي المنتصف دياله هنا هنا هذا هو الحد ديال القطر الأول إذن هذه طريقة أخرى ليرسم متوازي أضلع انطلاقا من قطر الأخر في 3 سنتيمتر سنقسم معلاج ستعطيني 1 1 1 إذن 1 1 1 من الجهة الأخرى إذن هذو هما النقطة ديال متوازي الأضلع حددناهم عن جمعهم ذهب إذن هذا هو متوازي الأضلع لعنده هنا 4 سنتيمتر إذن هذا قد هذا جوج جوج وهذا قد هذا 1 1 1 1 1 شرطة شرطة يعني غيولوا كلهم تقايصين 1 1 1 1 1 سنتيمتر هنشوفوا الآن تمرين 11 ونشئ في دفتري المعين A-B-C-D بحيث هنا في الخاصة كل علامة ديالزاوية D A-B-80 درجة و A-B-4 سنتيمتر إذن المعين المعين عنده دائما الأضلع ديالهم تقايصة غير هنا عاطينا الزاوية الثمانين إذن سهل إذن غندير شوفوا شو ورقة إذن غير رسم الضلع A-B فيما بغيت رسم الضلع الأول A-B مثلا الرسم هنا 4 سنتيمتر كيف بغيت الرسم الرسم ها 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 B ها هي 4 سنتيمتر بغيت الزاوية يكون فيها 80 درجة آآ الزاوية A هنا من A يكون فيها 80 درجة ها نبدأ من هات صفر هذا لأن الضلع غادي عن الصفر ومشي عن 80 درجة هاي إذن من هنا خصو يمر ولكن خصو يكون فيه غير 4 سنتيمتر إذا رض البل أنا عندي بادي من الصفر غامشي مباشرة 4 سنتيمتر ها هنا 80 درجة غنكمل بالبركر فوق هناخد الفتحة قد هادي اللي فيها 4 سنتيمتر حركة قريبا بركر هنا نقصنا من بعض المرات كي نقص بزاف إذا غادي نجيل هنا وغندير القوس ونجيل هنا بنفس الفتحة اللي هي 4 سنتيمتر ودير القوس هنا لما تلاق قوس كن عود أرجع هنا باش نلقى النقطة ديال التقاطع إذن هادي هي النقطة الرابعة نجيل هادي المعين هذا أضلع ه متقايصة كنشير التقايص A B C D إذن هذا ستكون هنا 80 دراجة وهنا ما تبقى 360 مقسمة لهذا وهذا إذن أحد قياس محيط المعين A B C D المحيط هذا محيط هو B بغيمتر يساوي C 4 يعني الضلع في 4 حل المربع لأن المربع أضلعوه متقيصة الضلع في 4 سنتيمتر في 4 هي 16 سنتيمتر همشو التمرين ماش إذن A B C D ات تخابيز ها هو A B C D تخابيز يبهمون حارف غيكتانجل قائم الزاوية اللي شفنا في المتلزات شفنا عشنا هو غيكتانجل تخيانجل غيكتانجل يعني متلز قائم الزاوية هنا عندي تخابيز غيكتانجل يعني قائم الزاوية دائما كنشوف رأس الزاوية هو C إذن بغيت نعرف قياس الزاوية هادي إذن هادي مين نجيب هادي معروفة هادي معروفة هادي معروفة هادي ماشي معروفة عندي وحدة ماشي معروفة سهل باش لقاء بعملي يتطرح إذن هادي 90 دراجة وهادي 90 دراجة وهادي 125 دراجة إذن كما شفنا أن أي رباعي مجموع زاوية قياسة الزاوية هو 360 دراجة شغل ننقص من ننقص من 90 هي 180 وننقص كذلك 125 دراجة إذن هادي تعطيني هي 360 دراجة ناقيس إذن 180 زائد 125 دراجة إذن شحال باقي خاصني من 25 إذن شحال خاصني باش نكمل 50 وستين خصني خمسة وخمسين دراجة إذن هادي فيها 55 دراجة عن كتب la mesure de l'angle BCDE مثلا أو لحنا سفي رقم تم خرج في الكتاب غير لابريتي تجاوب جاوب الفرنسية هتبدأ من هنا la mesure de l'angle BCDE 360 degrés moins 180 degrés plus 125 degrés égale 55 degrés لأن la somme des angles d'un cadre la ter diale robaie la somme هي المجموع des mesures d'un cadre la ter يعني مجموع زوايا robaie هو شحال 30 60 degrés إذن 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 بها الطريقة باش نحسب دائما في متلت في رباع كما بغي يكون عندي زاوية خاصة عرب قياس ديال بنفس الطريقة غير متلت القياس 180 دراجة نقسم من الزاوية اللي عندي هنا 360 دراجة نقسم من هات الزاوية اللي عندي هنا غنشوف كالكول لامزور دا لامزور 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 الباسي بمعرفة لامزور لامزور د 22 سنتيمتر اذا كيف عرفنا القياس ديال ديال بما ان المحيط كله في 22 اذا 22 انا هات او خمسة وخمسة هنا ما عنديش غير خمسة عندي خمسة وثلاثة 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 حييت هادو غيبقى ليه هادا اذا نعندير 22 ا colaborکته 권nez او خمسة او اعن 2011 ديال او 22 او خمسة وثلاثة وثلاثة حمسة وثلاثة 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 الهات used給ديخ مرة ممتر. لقصة القصة لقصة الخاصة الى ساعة الان وعلتين كنتمتر. ينضرها الالتمرين 13. إذن ذلك يتطلق الى السابق الخاص القوات المترجمة. سألقاء المجادي وصلنا على الفن النقطة الان. حيث ان هات الشكل هادا يكون متوازي اضلع ام بغاليلو غرام اذا نغنعودو ننقلوه نشوفو واش نهزوه بالقياسات ديالون قدرون عبارة زاوية نقدر نعود غير ناخد هات الشكل هادا بدون قياسات محددة ضلع طوال من ضلع اذا نغنعودوه بقياسات محددة لان اللي عودنا بحلكة غديجي صغير بزاف اذا نغن ناخد اه اه بي يكون شوية اطوال بالشكل هادا اذا ناخد اه بي مثلا ندير في خمسة سنتيمتر هذا اه بي مثلا مهم واحد طول من واحد وهذا راس منه بحلكة بزاوية منفرجة هنايا دير في مثلا نربعة سنتيمتر هاد يدي بسني انا لقى نقطة سي اذا كيفاش كارسوم طبيعا الحال باستعمال البركة كنناخد القياس هادا الاول وخاص هادا يكون بحاله هنا اذا انا كنحط الرأس على الرأس هادا وكنحط القوس كنجي كنناخد القياس هادا لالطلع الاخر وكنجي نحطه لانا وخصو يكون فاتيجا هادا وكنحط اذا هنايا هادي هي النقطة هادا هادي هي النقطة الرابعة او النقطة سي دان سيلا او جدوى ونستعملوا بخاصيات اننا مخصو يكونوا متوازين ومتقايسين باستعمال البركة كنتمنى تكونوا استفتو من هاد شي اللي وريدكم هادا نصائح وانطلقوا ان شاء الله معا طرس الموالي شكرا وإلى اللقاء